هل ألقات من المخدرات وما حكم أكله تفيدونها جزاكم الله خيراً ذكر كثير ما يحيب أنه من المسكرات والمخدرات وأنه لدينا في اليمن مالهم لأنه عرفوه ولهذا في المؤتمر الذي عقد أخيراً في المدينة المنورة أجمع المؤتمرون على تحريبه كتك الدخان لما يتاكد عليه من شر وفساد وإن كان بعض أخوان في اليمن أنكر ذلك وقالوا أن مضرة خفيفة وأن لا تضطر على الإسكار ولكن من يتعاطى ويعيش عليه قد لا يشرفه فساداً وقد يعطب عليه الإتراف من شره وتحريبه أما الذين الله من شره قد عرفوه وقد ذكروا فساداً وأنه قد يسك بعض الأحيان وأن شاربه قد يحتلق عليه الطريق ويضيع أهله وأولاده عندما يتعاطى عناوة على ما يتضط عليه من تعطيل الأعمال وبقائه مهزنين مدة طويلة يهزنون ويرسقون ويخذ مدة طويلة ومعطلون بسبب تعطي هذا البلد ترجمة نانسي قنقر